مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء السعادة الدائمة يا رب العالمين اليوم رح نحطون الجزء الثاني لقصة اللوجية والبوليسي الخائن أيوب وقمر حب إجباري نبدأ والحكاية كانت الساعة الستة دعا صباح رميتي ديلتي فون نغلق في الراذيبة ما نسمعوش غزلين وتنوض نوضت لميت شعري وبدلت حويج النوم رح تغسلت ورجعت الساعة النوض في أيوب عنده خدمة وجدت له حواجه وناظر رح يصل ورح لدوش هبت لعمتي لقيتها في الكوزينة مدير بريس قهوة على النار صبحت عليها بدت لوجد في الفطور وعمتي تحكي ليلتي واش مدير فيهم في الليل وتقول لي هبني ساعة يقول لي نرقد عندك وساعة يقول لي نطلع نرقد عند ماما بابا قلوا أحكم بلصا جدك رهريقت يدخل تحت الكويت شوية ويعاود يرجع يقول لي نطلع نشوفه مبرك ونهبط نهبط نرقد عندك كين عزتها يدت الأيوب قلت له أروح طلعوا عندك خاف هو ولغت راسه مزدش طلعوا نظام حكا لأمام كي يطلع عدنا يدير هكذا عد حب يهبط عندكم يعي طلع لها أيوب يخنس قلنا نهضرو وكملت وجلس الطابلة عايت الأيوب ماهبطش وليت طلعت نشوف فيه غرف تحت الباب عبضيت صبعينا ونتواعد لو كي شفتو هايز غزلين من سريرها ومرقدها في سريرنا ويبوس فيها كي شافني شاول لي بيدو هكذا روحي روحي طلعت حيش بياني وقتلوها ما نروحش هايز راسه يضحك وليت خرج تلحقني هكذا أغلق الباب صديت عنده وأخزرت فيه كيف هايزيتا مطلستها إن شاء الله نوضتها كنت مبدلنا تبكيه هايزيتا في حضني سكتت ورجعت رقدت رقدتها ورقدت قدامها ريحتها تشهيني نعضها وابقت نبوز فيها وكان ناضط نتعب معها لبالكا ما تناضش أصلا اغفيت على ريحة بابها اهدرها وقرسة خشمي وحكم يدي هكذا وهبطنا صبعها لعمتي وباس راسها قاعد هكذا يفطر ويعيطها لعمي بها يجي يفطر معانا اغسل لعمي يدو وجا قاعدنا نفطر معا بعض من بعدها هوانا دخلش هكش ويا عيطلي ورح تلقيتو في القاراج قدامها طنوبيل حبيبي جيبيلي حواجي نسيتهم من فوق اوكي اسمعي وتلقى يقدم المخدد وخان جيبيهم ما عليش دكان جيبهم رح تهبط حواجي ايوب منطرقة عاد مدير مركز في منطقة في طرف الولاية عادي بيت فيه خدمته وبهي يرجع يطول ساعات حتى سمانة عشر ايام مرة اكثر هزيتهم وهبط حتيت له في طنوبيله وماكشه ورجعت لكوزينة سقصيتها امتالي قاتلي هوا معا تيم يقعد يبوس فيه وينووض فيه من نوم كون خلاه يرقد علاه يعني لها عمتي خليتيه علش هو وذوق يروح لخدم ثم من بعدها يبدأ عايد عليها من الصباح انا يا وانا يولي مهرجني من بعده وش رح يسكتو بارك رح تنجل شمبرتها عمتي بتحت البابقيت ومرقدو فوقو يشم فيه ولا باسو ناض انا عيني غاعلة تيم عاش باكينو بصح باينو في سبع نومة شرت له هكذا يخرج اخرج وانا منورة تخلني الكوزينة عايدة عمتي ان شاء الله ناض للا عمتي ما زال وريقا خفتو لغي يفضحنا بعياتو انتق ايوب راني رايح كش ما تحتاجه هو سلامتك ولا اراح اخرج اغلقت مورة هالباب ورجعت للكوزينة اللم فيها وعمتي قاعدة غير تدعيله وهي الزهم فريقو وكان عندي قده من عم تزوجين وكل مرة يروح في هالخدماء هالزروح وهكذا ويخرج نبقى خلقانا ونخمم غير فيه برق حتى اللي يرجع ذا كامل من غير المسؤوليتها لولاد كلها فراسي الزايدة والناقصة اللي يمض ان اللي يقوم به وهو بطبيعة الحال ما عندوش علم يجي من خدمة ميت بالتاب اول يوم يفوتو راقد والثاني واللي يحوسق اهلا مصالحو ومشي في حواله برق ساعات نحسو يحكم في روحه برق بدأت المعاناة اول يوم يروح فيه ايوب تيم يأكل روحو بالبكة كل مرة يتعاود هذا المشكل كي يهبطي يدلو يشريلو يخرجو يديه للمطعم والالعاب ما يخلي يوالو في خاطره حتى للي هو معه من بعد يديه لحانوت يشريلو طراطق هكذا اللي يحط تيم عليها يدو يشريها له ويرجعو للدار وكينولتين مصباح ما يلقاها شائضال يبكي وكيفو تالينا النهار هذا الكامل ما يسكتش مينو بابا وينو بابا والبارح بابا قال لي يرقد وقدوان خارجك وهكذا نشريلك وهذا هو الحال ابقى هكذا حتى بشوية بشوية بش يبدأ ينسويتلها بالالعاب مع حامد والد سامر ورحف رغم انو يقتلهم ومهبنهم بصح يحبهم حتى هم يحبوا قدهم المرات عاركوا ويجعوا ثمثم تقول لا مصرا والو انا و سامر غير نضحكوا عليهم وحد النهار دارت سامر عيد ميلاد حامد وولدها ابقينا نوجده ونجهزه في الدار كاعد عايطت للجيران وهكذا يعني ولايتهم يجي وهذا كان نهار جاء ايوب استغربتنا من جيته وفي نفس الوقت فرحت لخطر ماشي يا امال فيجي هكذا يومين ويبعثوه كي سقسيتو قال لي بحثين البلاصة الفلانية على خدمة هالذا اسكتنا وصدقتو فات لعيد الميلاد وتونسنا معا الولاد هذا كلو وايو في غير عالم غير شيرتبرك قلت له وش بيك يقول لي راني تعبن ومرقدش حتى جا بش يطلال الشمبرة حلفت له عمتي كنا يكمل يقعد هكذا حسيت وقعد على اعصابه حتى ابتسامه بالصفة عليه يخرجها زيت شوية اونا ذخرج جيتها يملحقو قال له راني تعبن بابا ما تجيش مورايا ابقى معا الولاد وقد ونخرج ولدي وخرج خرجتني يا مورا انا طالع فتروش حتلقتوها عيطلي رحت قابلتو شوية ورواحية ورايا خلي الولاد عندي يما قلت له اوكي بصح ما كليت ويلو نجيب لك حاجة تكلها قال لي من يحب ويلو غيرك بها مورا كبرك نرقد فهمت على وي هاتر قلت له اوكي ذو كنجي رجعت هاب بطني لم لمت معا سامر صالو عدت مهراجين عمي كبير ماشيتها لحويش هذو خليهم وراح لشمبرتو واحمد جا وقفة شوية وجعل خدمتو وتيما غريب كي ما عرف وش ترالو مع الولاد حقظة وعمتي حطت غزلين على رجليها وتهزز فيها عمرها غير شهر برك مش اشهر اشهر كملت كل حتى لما عمي الكوزينة حضرت لحلي بالغزلين وعطيته لعمتي وفت للشمبران كان تليفون في يده شايفني طفاه وحطه قدام راسه انا كنت مجدى روحي تدوجت وتعطرت من الحفلة حامد انا كنت حاسة بالوحش تتعه وفي نفس الوقت حاسة ومشي في حواله زي السقسيتي وش بك يقول لي ما تقلق من خدمة وقل له وش بها الخدمة يقول له من الخدمة لتعغو دوابرك بسح حادرته ما قناعتنيش اي يوم ما توقف في وجهه حتى حاجة ويحب راحته واهم حاجة عنده نفسه وش بها اليوم ما انا عرف شوية هكا ولفلف روحه ورقد قعد تحيرة ايو برايح انا هبطل الولادة برايح تك حبيبتي بسح ما تنوضينيش للاشا ما نيش يحاب واحد ميتين ما تخليش يطلع عندي اوكي هبطت لتحت نايت عشيت مع البنات هذا وما اغفلت شالي كل شوية نطلع نشوفه نلقاه في سبع ناوما رقد تغزلين وتيم ولبنات راحو وروحو ولهذا احسن شمبرتو وللثلات راح نرقو دانا شوية تليفون تاييوب يدير في الضوء يشعلو يطفي شوية مع الساعة الاثناش وعشرة نصرحت جيت وانايا شفت اي صوني لو اسم راجل حركتونا وانعايت هكذا ايوب ايوب تليفون كي صوني مكتوب حمزة انا قلت هكذا ثم ثم طلع راسو مخلوع وينو وينو قلت له باسم الله وش بيك هاذا حبيبي هذا غير تليفون قدام راسك ناظوا وجههم ماء مزنتر اخلاص وعينهم ماء مقفلين جبدو طفه ورجال بلاستو سطحت ان ايا قدامه حطيت راسي على صدره جيت قلبه نسمع فيه يضروف في الالف تقول كان يجري طلعت وجيه قدام وجهه قتله حبيبي وش بيك وش بيه قلبك هكذا يدق ما بيا والو نظم النوم مفجوع بركعلي ها هكذا سمي بسم الله ها ولا تشرب الماء لا الولاد وين راقدين رقضي رقضي اعصرني فيه حضنو غطاني وقاعدة نحس بيه كفا هي يبلع فريقه ودقات قلبه هذيك بدأت تعدى بشوية بشوية ما جبت لخبار كيف ها غفيت انا غضوة من ذاك نظنة وقا كما راح البارح يعني مشيه التعب اللي يمقلقه راح صلاء ووفطر وتليفون هذك مديره وصامت بصح يصوني ويدير رائضه شفته قده من مرة عليهم ديره وصامت زهما وعليش موش يجاوب شحل من سؤال هذا وراه يدور من راسي وتساؤلت وجدت حويجه وهو واقف فوق راسي كنتم ولفن وجدت له وبدلتين هذي المرة الفضل قلي راح نروح بارك نشوف الحوال خلي بارك اللبسه وحتى تكفيني قلت كما قلي وزوج تركوات حويج داخلية وزوج سراول وقاميس من غير اللي هي لابسه ايو برايح لاخدمه ولا رايح سياحة روحي بارك داخلي انا انا رايح غير مشرف نحتاج لحويج بارك هذو براحتك وجد له كلش بصح ايو بحسيت حاجة في عيني هاكذا تقول خصوصا كياه يشوفني بحطش عينه في عيني قلت من توصف الشناية غير باينت لي بارك ودعنا وخلانا مصروف وراح رجعت للروتيني اليومي وفاتت لي معادي معايا يطلب صح ما يفتحش كام دايما يقول لنا معايا ناس ويطلب صور لولادي يشوفهم ويهدر معاه كل اليوم نهدر معاه ونقول له وينتا تكمل وترجع يقول لي ما زل ما زل ويوم يجر اليوم وعشرين يوم وفات روحي خرجت وانا ينقرع له تيم العب اياها اللهب تعبني بعنادو وطالباتو كي يعيط له بابا يقعد يهدر معاه ويلها وينسى كلش من بعدا يرجع له بالو غزلين مرضت تشرب الحليب منا تردو منا دينها انا وعمتي الاسبيتر تمرمت بها تمرميد مصدقتي جاي اليوم كعيتلي وقال لي راني جاي يعني راني جاي اليوم رحت نجري انا وجدت وحيس بغت شعري قصيت منو دير الدوج قربة ثلاث سوية وانية ثمة جسمية اسلختو حتى الشمبرا وبدت لها الديكور وسيقتها وبخرتها على هكذاك نتغداو حتى اوصل الايوب القناة قاعدين نتغداو كيشفتو نسيت لغدا كامل انا وتيم تحضننه ميتين وحش عليه وهو مقصر شبعينيه بشة ايا كنا وغزلين ما هبطش من حضنه حتى الشمبرا ما طلاش بقى يلعب ويبوس فيها لملمت لغداو وهزيت كابتونا بشة انفرغها كيما كل مرة طلعت الشمبرا حطيتها فوق الصير وفتحتها وسلتها على القش قدامي خرج فيهم ونحط في السلة بش نغسلها شميت فيهم رحة تخنق كيشغل الاحث بيطار ومحق قيمات وما يعرف ويش نحط قشو على خشمي نشمها قلبي دور رميتهم في السلة جبت سلوين فتشتو خاف في حاجة تروح في اللغسيل لقيت ورقة وردي مكتوب فيها بالانجليزية كان على بالي تعدواء ولا حاجة هكذا هزيتها ورميتها في البوبيل كومبا تحخدمتو كانت اخر حاجة في كابتو كي هزيتها فتحتها لباس بها وش بهذا هزيتها نشم فيها تفتح الباب ودخل ايه برفع حاجبه ويديه تغلق في الباب وش تشمينت اياه حطيت كومبا هذيك في السلة وروح تجيهتو حطيت ايدنا رقبتو مبتسمة حواجك هما اللي خلوني نشم فيهم ريحة قاوية تذبح عقد حواجه وتبسم ذاي بيشوف معايا ريحت وشنو وش معرفني انا تقول ريحت سبيطار معاقيمات ولا حاجة هكا غاب ذوبول هذات من وجهه وفتح عينيه متفاجئ يا سطار وش دانين سبيطار انا يا ملا وش هذي الرحة بعد عليها داخل في بعضها يفتح في السنتورا هكذا وينحفي حواجه الاخرين هذي ريحة في العسكربرك ديمونيالسلولارد من المنظفات القاوية عليها شميتي ريحت سبيطار ورحت منظفات هكذا هزيت براسي بايه هزيت السلة هذيك خليتها فدوش ورجعت لي الشمبرة كان متسطح رحت قاعد قدامه وقاعد غري شوف فيها من بعدها شد يدي وباسك في يدي وعيني في عينه قال لي متوحشك قلت له انا اكثر قال لي عذبك لولادة وانا مقصر في حقك حط المسئوليك من فوق راسك بايه ممشيك في وجودك هذا معي يا برك ان شاء الله هنعوذكم اصلا حاب نديكم ونخرجوا يهامات نبدل وجو بسح غزلين ماشي مليحة للا الحمدولله راعة تمليحة رحمة ربي ما شفت هاش اليامات اللي فاتوا ولا غا تقول لها راح تموت الحمدولله ولا غا اهاز هامكم كي نروح للبلاصة البعيدة هذيك نوقعات نخمم غير فيكم رانيا عارفتيم قدها قبيح ومرمدك وزيت غزلين مرضط ربي يعلم كيفه كان حالك برك على جيلك نتحمي كلش وكي جيتنا للدار انسيت كلش فتالية الله لا يحرمني منك قال ها وجر حسرة ولا منك ان شاء الله حبيبي بستو في خدو حطي دوله شاري قدي تلمس خسلات شاري ومنعلم مره يبقي يشم فيه وعينيه يلمعو وشم ديره في روحك هذا الزين كامل لي يا ايه قلت ها وجيه حسيتو بش يترشق بالحشمة ناضي يبحك بالصوت وعينيه ذايبين وصوته مبحوح الموت على اللي يحشم انايا هذي هي انا من يوم يومي نحاوي نكون كلش الايوب توصي بيا لدرجة ما نخليش يحس انه عدنا ولاد ولا نجيب له سيرتهم بما يقلق شراحتو وخدمتو حباتو امير وما ينقصو والو حتى هو ها الفروح وقد داهم دلتو انايا ويقول لكي نهبط الخدمة نتوحش دلالك ونتحصر عليك تيمي يوصل قدمه الباب يطبطب ويقول له روح بابا ذو كا انجي بهنو خرج انا ويك ينزل يجري الصوت جريتو هذيك نسمعوها كان بركيا يبلعط فيه بش يروح برك منورة المغرب تدوش وهبطنا هز تيمو خرجو رجعت تدوشتو ادلت روحي وبديت هنا يوجد فلاشا قملتو وقعت شوية مع عمتي وسامر نحيت الغزنة لقماطة ورفضتها بقيت نلعب معها من بعدها رجعتها للقماطة وخليتها في فريشها في الشومبرا وراها طلعت غسطة الحويج ونشرتهم ونسمع في صوت ايوب وتيم في الشومبرا ادخلت عليهم ايوب يلعب بالتليفون وتيم حب يقلدو جبت التليفون صورتهم منظرهم يموت بالضحك وتيم وجهه حمر ومحقا حب غرى يقلدو حفظت الفيديو هنا وحطت التليفون يتشارجه نار ايوب نحيت ريكوه وتيم حب غرى يكمل يلعب وهو يقلو يزي بابا تعبت بعد الأشياء ونكملو ادخلت دوجه وهزي تيم من ايديه وقعتو وتليفون ايوب اقبالي فقلو كوافز هزيتو وعدته لتيم وصح ما فتحتش فيه الكود قلت له له يخرج بابا ويفتحو شويه وتخلي نشفي وجهه نار تيم مدلو التليفون بلا ما ينتبه فتحو وطهولو تسطحت ايديه وفتحت التليفون عيدة صمرة عليها مديت راسينا من الدروش قتلى شو يجد غرى انصبوا برك ايه كملتوا احمد جاء ايه جاء يالله عيدة الايوب وهبطي يالله جايين تخلو شمرة ايوب نوض لحشا بدل حواجو وراح اهبط هزيت تيمو بستو حبيبي اهبط تعيش مع بابا حاطت تليفون وهبط يجري هزيت تليفون خرجت من لعبنا شفت لشارجة فيه بالخلاص رحت حطوية شارجة شفت رسائل من فوق وسام يطلع ويهبط هبطت ايه الشاشة هذك اللي ثمت على السائل ما زلت تهبط برك ايوب وينك ايوب عيطلي غير جاوبني برك حابة نسأل على الدواء شفت الرقم حمزة قلت بلك حاجة مهمة فيها دواء خلينا هبطا نقول له حاطت تليفون يتشارجة وهبط كانوا مثل ايمين قاعدت بجنبه وبدأت ناكل هو هيكل قد له حبيبي حاطت تليفونك يتشارجة وجدك رسائل من حمزة كاتب لك الدواء ومنعرفوا شنو دار ليه هكذا مدخان ظرفية واللقمة واقفة في حلقه وش مديرك انت يتفتح في الرسائل التوعي وكيف افتحت تليفون وش بك ايوب ما افتحته مواله وما شبته يك بالكون بس احكي كان عنت تيم هازيت ولا شارج جاوك الرسائل هازلك استعلم وشربه وناض خرج مكاش اللي انتبه له شوية ونطني ياورا حابة نعرف غراء وش به برك وياريتني مانط ولا حاوسته ليه طلعت الدروج وصلت للشومبرا وايديه للباس هكذا ما زلت بركة بها نفتحه نسمع فيه يهدر وصوته هو يخوف ويسب فيه ما نعرفش كون فيه بنت هكذا ويسب لها في والديها ووش تحاوسي من عندي ووش ما زلتي تحاوسي رح تكفريني ما تبدينيش بالهضرانة تاع الطبيب قالك الامل هي كبيرة والسطر طبيعة الحالة يجيك السطر وكنت تحركي البراغي هذيك تتحرك عادية لا تتحسي بيهم زلعت بابك كمان نحرقها ونزلي تعاودي تعايطيلي اذا تبعثيلي نقتلك اللي بيناتنا اطفض داويتك وبريتي وبريت ذمتي يا ايامت ونطلقك وفض الموضوع بيناتنا